على ذيك هذا اللي يراكم كما قلت أنت يا ديون عاطفية يجي الوقت ينفاجر ويفستدقى الموقف وهذا الإنسان الغاضب راح يمرض بالسكرية وضغط الدمعته واللي دائما ينفعل بسهولة ويقول ألفاظ عنيفة واللي يدرسونوكات عنيفة نحن في العيادة نعلموه على تقنية الحزم ما هي تقنية الحزم أنه ما يكون عانيف ما يضرب ما يكون ضعيف ما يهرب وش يدير يكون إنسان حازم واحد يتعدى لي وهذا علاج اللي كنت قلت أنت أسئلة متعددة في الفصل اللي هو أنت على الحصة أنه أنا إنسان غلط في حقي ما نعنفه ونضرب ما نهرب ونكون ضعيف لا لا نكون حازم كيفاش نكون حازم ونقول له هكذا خاتنا اليوم يشوفه فينا وخياتنا نقول له أول حاجة نوصف السولوكسيد أحمد قال هذه الكلمة اللي قلتها خاطئة هذه الكلمة اللي قلتها غالطة أمر الثاني بعده في الحزم أنه نعبر على مشاعري ونقول له قلقتني غضبتني جرحتني حزنتني لأنه كين بزاف ناس كين الضعف وحنا ونسكتوا ونعبروا لهم شوش دارونا يزيدوا يتغال وكين بزاف ناس أنا كين نعبر بعنف هو يعود يرجع لي بعنف ونقول له احنا يكي ما صيح دياك هادو كين ضاربوش كوني عندو صوته أقوى الذي كان نوصف السولوك وكين نوصف السولوك سيد أحمد ما نوصفه وش هو واقع ما نقولهش انت ماشي ما ربي انت ها تعميم خاطئ ما نوصف السولوك قال له الكلمة اللي قلتها لي جريحة بعدها نعبر على مشاعري يقول له اباك خلقتني غضبتني حزنتني جرحتني عبر على مشاعري بعدها لازم يكون تهديد باش يكون حازم تهديد وفق قدراتي ونهديش بحاجة فوق طاقتي إذا كنت مؤسسة ما يقول لهش أنا نضربك وأنا عني مؤسسة تعليمية مثلا أنا نقول له نقول للمديرة نقول للمعلمة باش أولادنا ما يقولوش عنيفين اللي يرام يسمعوا فينا اللي يرامش انت تفاعل بعنف لا لا قال أنا دوك نقول معلم أنا نقول للمدير أنا هكذا أفضل لأنه عكف مؤسسة بعدها الرقم ثلاثة هو التهديد نقول له التهديد وفق قدراتي قال تزي تعاودها مثلا ما زيش نهضر معك وندير مسافة بيني وبينك تزي تعاودها ما زيش نسلف لك هذه الحاجة أنا أعطيته حاجة هو فسدها إما أنا نكون عنيف ونبدأ نسيب فيه ولا نضرب معه لعنف جسدي وإما أنا نسكوت له أنا مرض في قلبي وبعد يجي نهار يجي سلف حاجة وحد خارها مقبولة أنا نطالق بالدوية العاطفية وأنا نفاجر في وجه العنف مش مليح لكن الحزم هو نقول له سلوكك هذا خطأ بعدها نعبر على مشاعري نقول له جرحتني حسيت بالخداع وقول على المشاعري بعدها نقول له التهديد قال يا أخي مرة الجاية بيني وبينك هاي المسافات إذا زاد غلط أنا لازم نفذ تهديد انت يعيبش ويكون حازم نقولش كما هدوك بزاف الأماءات والله زي تعاودها وندير لك وندير لك ما هدك زيدي عاودها ما تدير له والو ما تهوي في قبل لي ما كاش حزم لا لا أنا إلا مندي التهديد لازم يكون نقدر له ولازم نفذه إذا هو ما زيدي عاودها ذك سلوك أنا سامحه كل سهولة وهذا هو تقنية الحزم اللي يستعمل له وهذه الخطوة اللي نقدر نقوله في علم النفس ندربه عليها الناس لعندهم غضب لماذا؟ علش غضب لأنه إنسان مشي حازم في مواقفه إذا دربناه على تقنية الحزم يقول ليه أهدأ ترجمة نانسي قنقر